This morning a decades old murder mystery partially solved For 65 years the story of who would come to be known as America's unknown child has haunted this community السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة القضية عن واحدة من أقدم الجرائم الغير محلولة في فلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية القضية دي تعتبر وحدة من أكتر الجرائم اللي حيارت المحاقين جيل بعد جيل لمدة سنين طويلة ولكن بعد 65 سنة من الحيرة يقدوبك من كام أسبوع بس الشرطة أعلنت عن هوية الطفل المجهول المشهور باسم الولد في الصندوق ويمكن كمان خلال الشهور اللي جاية القضية تتحل ويعرفوا من الجاني القضية دي أنا كنت عرفها من زمان كانت محيراني جدا ونفسي أعرف حلها لأن القضية كان فيها نظريات كتير قوي عن إيه ممكن يكون حصل للولد ده ولكن في الحقيقة زمان أنا ما كنتش عايزة أعملها لأنها قديمة ومعروفة بس دلوقتي بعد الاكتشافة الأخير ده بقى فيه معلومات جديدة ما تقالتش قبل كده عن هوية الولد المعلومات دي ممكن تغير من القصة كليا وتوصلهم للجاني عشان كده اتحمست جدا أن أنا أعملها ولو حصل في المستقبل ويعرفوا الجاني ممكن أبقى أعمل جزء تاني لها وكالعادة قبل ما نبدأ عايزين نحط اللايك المتين وخلينا نبدأ في قضية النهاردة القصة ابتدت من أكتر من 65 سنة على بعد حوالي 14 ميل من وسط مدينة فيلادلفيا بولاية بينسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في يوم 25 فبراير سنة 1957 طالب في الكلية كان ماشي في شارع من شوارع المدينة في منطقة اسمها فوكس تشيس الشارع كان جنب غابة فوهو ماشي لاحص حاجة على جنب الطريق في وسط الحشائش والأشجار في الأول افتكرها أنها مجرد عروسة لعبة محطوطة جوه صندوق من الورق المقوى ومرمية على الأرض ولكن على حسب كلام الجرائد وقتها أن في اليوم اللي بعده الطالب ده اتصل بالشرطة بعد ما سمع عن خبر اختفاء طفلة صغيرة فافتكر الصندوق اللي شافه في الغابة وقال لي نفسه أن الجايز اللي شافه مش عروسة وممكن تكون دي البنت اللي اختفت وبلغ باللي شافه لكن لما الشرطة راحت وفتحت الصندوق لقيت اللي جواه ولد مش بنت الولد كان بدون ملابس تماما وقاموا الفوف ببطنية ومنقوشة وخمينه أن سنه ما بين الأربع سنين للست سنين ولكن المؤلم أن جسمه كان مليان كدمات كتير فاستنتجه أنه كان بيتعرض للضرب باستمرار وبشدة كمان لما عينه جسمان أدركه أن الولد ده كان بيعاني من سوق التغذية الشديدة كمان أخدوا بالهم أن الجلد في الأصابع كان مكرمش فده معناه أنه كان في المية لفترة من الوقت يعني ممكن يكون مثلا أخد دوش أو قاعد في البنيول لفترة يما قبل الوافع على طول أو بعدها على طول المهم المنطقة اللي لقوا فيها الصندوق بعض الناس بيروحوا يرموا الزبالة بتاعتهم هناك في المنطقة دي يعني اللي عامل كده في الولد ده اتعامل معاه كأنه بيتخلص من حاجة هو مش عايزها تاني المهم في الوقت ده لما اكتشفوا الصندوق كانوا في شهر فبراير والدنيا كانت بارد جدا ولذلك معرفوش يحددوا بالضبط إمتى الولد توفى لأن البرودة العالية ممكن تكون أخرت شوية من عملية التحلل ولكن قدروا وقت الوفاء أنه هو ممكن يكون حصل ما بين يومين لإسبوعين الطبيب الشرعي وقتها قال إن الولد اتوفى بسبب جروح متعددة في الجسم لكن طريقة الوفاء كانت غير معروفة كان صعب إن هم يحددوها بالضبط بسبب الحالة اللي كانت عليها الجسمان ولكن خمنوا إنها ممكن تكون بسبب ضربة قوية على الرأس باستخدام أداية غير حدة زي عصايا مثلا كمان أخدوا بالهم إن شعر الولد كان محلوق أو مقصوص بشكل وحش يعني مش حلق القصه عامل زي ما يكون مقصوص في البيت وكان فيه شوية من الشعر المقصوص ده لسه موجود على جسم الولد لذلك استنتجه إنه إما شعره اتقص على طول قبل ما يتوفى أو بعد ما يتوفى على طول وأظافر الولد كانت مقصوصة كويس وبعيدا عن الكدمات اللي كانت على جسمه كان عنده ندبات مميزة ندبة يعني جرحة قديم سايب علامة فكان فيه ندبة تحت دقنه وفي كعب الرجل وفي الفخد المهم بعد المعلومات المفزعة اللي عرفوها عن الولد بعد التشريح وأدركوا كمية الظلم والمعاناة اللي عدى بيها حتى قبل الوفاة المحايين وقتها أخدوا الموضوع بشكل شخصي وكان عندهم استعداد يعملوا أي حاجة وكل حاجة علشان يوصلوا للمجرم اللي عمل فيه كده وياخد جزاؤه فعملوا تحريات مكسفة علشان يعرفوا مين الولد ده وإيه اللي حصله بالزبط فبدأوا الأول بملاجئ الأيتام وسألوهم إن كان فيه عندهم أي حالة اختفاء بس ما كانش فيه أي ولد اختفى من الملاجئ والغاية دلوقتي مفيش أي بلغات عن اختفاء ولد بالمواصفات دي فقرروا إن هما ينشروا صورة مرسومة لشكل الولد والخبر مع الصورة انتشر في كل مكان لكن محدش راح للشرطة وقال إن هو يعرف الولد ده فالشرطة وقتها قررت تعمل حاجة غريبة جدا وحصل عليها جدال في القراء الشرطة قررت إنها تلبس الولد هدوم وتصوره كأنه قاعد على كرسي وده علشان شكله يكون واضح أكتر فأهله أو جيرانه يقدروا يتعرفوا عليه فالصورة دي انتشرت في كل مكان وكمان وزعوا فلايرز عليها صورة واضحة لوش الولد من كل النواحي من الأمام ومن الجنب وكتبوا إن الولد اتوفى بسبب إصابة في الرأس وإن لو حد يعرف هوية الولد ده يريد يتواصل مع الشرطة بسرعة فالفلايرز كانت متعلقة في كل حتة في الشوارع في المحلات في البنوك في كل مكان لدرجة إنهم كانوا حطينها على كل فواتير الغاز في فلادلفيا لذلك صور الولد ده كانت في أزهان الناس اللي عايشين في المنطقة فالناس كلهم كانوا متعاطفين جدا مع القضية ودلوقتي بعد ما الصور نزلت في وسائل الإعلام والقصة انتشرت في كل مكان المعلومات بدأت تيجل الشرطة بخصوص القضية فكان في مكالمات تليفونية كتير جدا للشرطة منهم واحد بيشتغل حلاء الراجل ده قال إن هو حلق للولد ده قبل كده من كام يوم وفيه واحد تاني قال إن هو بيشتغل في البحرية وإن الولد ده أخوه وفيه واحدة بتشتغل مديرة مطعم قالت إنها شافت الولد ده ومعاه راجل من كام يوم مش بس كده السيدة دي كمان راحت للمشرحة بنفسها وشافته وقالت إن هو ده الولد اللي هي شافته لكن المشكلة في القضايا المشهورة اللي زي دي إن بيبقى فيه معلومات كتير قوي من ناس مختلفين وممكن تكون كلها معلومات متضربة وممكن يكون كلها مش صحيحة ومع ذلك المحاقيين لازم يتحروا عن كل الخيوط دي يمكن يكون فيه واحد منهم صح لكن في الوقت ده ولا خيط من دول وصلهم لأي حاجة المهم واحدة من الأدلة المهمة الموجودة عند الشرطة هو الصندوق المصنوع من الورق المقوة اللي كان جواه الولد فحاولوا يعرفوا إيه مصدر الصندوق ده يعني جاي منين كان فيه إيه فكان فيه معلومات على الكارتونة نفسها زي الرقم التسلسلي أو البار كود المهم يعني في الآخر عارفوا إن الكارتونة دي استخدمت لشحن سرير أطفال من محل اسمه جي سي باني وعارفوا كمان عنوان المحل لما روح المحل عارفوا إن في الشهر اللي قبل وفاة الولد على طول فيه 12 سرير من النوع ده إتباع بس الصندوق ده تحديداً ما عارفوش مين اللي اشتراه فاللي حصل إن بعد كده فيه 8 من اللي اشتروا السرير عارفوا القصة من الإعلام ورحوا للشرطة ففيه منهم رمى الصندوق وفيه منهم احتفظوا بيه وحطوا فيه حاجاته موجودة عندهم في البيت فأصبح فيه أربعة من اللي اشتروا محدش عارف هويتهم ده غير كمان إن فيه احتمالية كبيرة جداً إن المجرم ممكن يكون لا الصندوق ده مرمي فأخدوا استخدمه فالخط ده ما وصلهمش لأي حاجة لكن دلوقتي عندهم دليل تاني كان موجود برضه في الصندوق وهو البطنية المنقوشة اللي كان ملفوف بيها الولد فلاحظوا إن البطنية دي كانت الجودة بتاعتها مش كويسة أوي خامتها وحشة يعني فخامنوا إن ممكن يكون الولد ده مش من عيلة غنية أوي لكن برضو معرفوش البطنية دي جاية منين فمع الأسف مطلعوش بمعلومات مفيدة أوي إلا من الصندوق نفسه ولا من البطنية اللي كانت فيه وعلى حسب كلام الصحف وقتها إن شرطة فيلادلفيا عملوا مجهود كبير أوي علشان يعرفوا هوية الولد واللي عقد الموضوع إن مفيش حد بلغ عن اختفاء الولد ومحدش اتعرف عليه من الصور المنشورة ليه في كل مكان وكأن الولد ده ملوش لأب ولا أم ولا قريب ولا أصحاب ولا أي حد وكأن الولد ده عمره مكان موجود في الحقيقة قبل كده المهم الشرطة وقتها قامت بتفتيش المكان اللي لقوا فيه الصندوق مرارا وتكرارا أكتر من 300 شرطي ومعاهم طلاب من أكاديمية الشرطة فتشوا المكان كله حوالي 12 ميل مربع كمان كانوا بيسألوا الناس في البيوت اللي عايشين في المنطقة دي يمكن يكون في حد منهم شاف حاجة أو سمع أي حاجة فهما بيدوروا لقوا كاب لونه أزرق وفيه حزام جلد كان موجود قريب قوي من مكان ما لقوا الولد في الصندوق فلما تحروا عارفوا المحل اللي باع الكاب الأزرق ده صاحب المحل قال إن الكاب ده كان معمول عمولة مخصوص يعني قطعة واحدة بس اللي موجودة منه ولكن ما كانش فيه سجل يعرفوا منه مين اللي اشترك كاب ده فمع الأسف الخيط ده ما وصلهمش لأي حاجة مفيدة وكل الأدلة والخيوط اللي مشوا وراها ما وصلتهمش لهوية الولد طبعا هم في بداية التحيات كانوا فاكرين إنها هتكون قضية سهلة حد هيتعرف على الولد وهيقول لهم هو مين وتخلص الحكاية على كده بس ده كان اعتقاد سازق جدا منهم لأن محدش بلغ عن اختفاقه ولا حتى حد اتعرف عليه لغاية دلوقتي وده خلى الموضوع في منطقة الصعوبة وكمان مريب المهم في تقارير الطب الشرعي قالوا إن الولد ده غالبا من شمال أوروبا بس ده ما كانش كافي إنهم يحددوا هويته كمان من ضمن المحاولات اللي عملوها إن خبير البصمات اللي كان شغال في القضية اتكلم عن القضية دي قبل كده في برنامج تلفزيوني سنة 2007 فالخبير ده قال إن وقتها سنة 1957 أخدوا بصمات الولد وراح لكل المستشفيات في المدينة على أمل إنه يلاقي بصمات أقدام متطبقة لأنهم كانوا بياخدوا بصمات أقدام الأطفال لما بيتولدوا ولكن مع الأسف خبير البصمات ما لقاش ولا بصمة قدم للولد ده في أي مستشفى المهم بعد أسابيع من التحريات في القضية وكل الأدلة والخيوط دي ما وصلتهمش لأي حاجة القضية أصبحت مع أدى وصعبة الحل والولد محدش أبدا سأل عنه وفضل في مكتب الطب الشرعي فواحد من مساعدين الأطباء الشرعيين من اللي كانوا شغالين على القضية دي عمل صبة من الجبس علشان ياخد شكل الولد على أمل إن حد يتعرف عليه فأخد الوش الجبس ده ولف به في كل مكان في البلد يمكن حد يتعرف عليه أو يمكن يوصل لأي حاجة ولكن برضو بدون أي نتيجة فلما محدش أخد الولد وما قدروش يتعرفه على هويته عملوا جنازة ليه في يوليو 1957 ودفنوا في مقابر المدينة في الجزء اللي بيتفنوا فيه الناس اللي بيموتوا وما حدش بيجي من أهلهم ياخدهم وعلى القبر بتاعه حطوا جملة الأب السماوي بارك هذا الصبي المجهول وتعدي كم سنة وقت يجي سنة 1961 وقتها الشرطة اعتقدت إنهم أخيرا وصلوا لخط مهم جدا في القضية زوجين كانوا بيشتغلوا في الكارنابلات اتقابد عليهم وتوجه لهم تهمة قتل واحد من أولادهم العشرة أولادهم اللي فيه بعض منهم اختفوا وفي عداد الأموات فخمنوا إن ممكن يكون الولد اللي في الصندوق واحد من أولادهم المفقودين المهم الزوجين دول اعترفوا للشرطة باللي عملوه وقالوا لهم على أماكن أربع جسس لأولادهم لكن أنقروا تماما إن ليهم أي علاقة بالولد اللي في الصندوق وقالوا إن هم عمرهم ما راحوا في لديلفي أصلا بحكم يعني إن هم بيشتغلوا في الكارنابل والكارنابل بيتنقل من مدينة للتانية فالمحاين بعد ما تكلموا مع بعض من أولاد زوجين دول اقتنعوا إنهم مش هم المسؤولين عن الولد في الصندوق وعلى مر السنين اللي بعدها استمرت التحقيقات بس بدون أي نتيجة وأصبحت القضية دي من أطول التحقيقات اللي استمرت في تاريخ فلادلفيا وما كانش فيه معلومات جديدة لفترة طويلة لغاية أواخر التسعينات يعني حوالي أربعين سنة بعد الجريمة في الوقت ده التكنولوجيا طورت بشكل كبير ومنها تكنولوجيا الـ DNA فطلعوا بفكرة إن هم يستخرجوا بجسمان بتاع الولد علشان يقدروا يطلعوا من جسمه DNA بس زي ما أنتوا عارفين إن الموضوع ده محتاج إجراءات كتير ولازم المحكمة تصدر أمر بالموافقة بس في الآخر نجحوا إن هم يجيبوا الموافقة وفي 1998 طلعوا الولد من القبر بتاعه الجسمان كان في حالة سيئة جدا لكن أخدوا منه عيين الـ DNA لكن باختصار الموضوع انتهى بالفشل لأن العيينة ما كانتش كافية كمان سنة 1998 علم الحمض النووي كان يعتبر نوعا ما جديد مش بالقوة بتاعت اليومين دول المهم احتفظوا بالعيينة دي يمكن يحتاجوها بعدين لكن المحقيين بدل ما يرجعوا الولد ده تاني لنفس المكبرة قرروا إن هم يحطوه في مكان تاني أحلى وأحسن وبعد ما دفنوه حطوا حجر تاني على القبر بتاعه وكتبوا عليه طفل أمريكا المجهول وكان عندهم أمل إن في يوم من الأيام يحطوا اسمه الحقيقي على الحجر بتاعه وعلى الرغم من إن موضوع الدي إن إيه ده منفعش إلا إنهم رفضوا يستسلموا وحاولوا إن هم يشوفوا خيوط جديدة فكان فيه شوية نظريات وتخمينات عن اللي حصل للولد ده منها إنه ممكن يكون الولد ده أساسا من المجر ممكن يكون هاجر مع عيلته سنة 1956 أيام الصورة المجرية واحتمال يكون كان فيه معسكر لأن فيه ندبات في جسمه بس كل دي مجرد تخمينات لغاية ما جت لهم معلومة كونت عندهم نظرية أصبحت هي دي أكتر نظرية مقنعة في القضية في فبراير سنة 2002 كان فيه طبيبة نفسية في أوهايو اتصلت بالشرطة قالت إن عندها مريضة بتعاني من اضطرابات نفسية وعندها ذكريات من أيام الطفولة وبتفتكرها كتير ذكريات من الماضي عن ولد صغير فوقتها واحد من المحاييين سافر أوهايو علشان يقابل المريضة دي فالمريضة دي بتقول إنها فاكرة إن مامتها بتروح لحد الباب وبتدي الظرف أو جواب لحد كان جايب ولد صغير معاه الولد ده اسمه جوني يعني مامتها اشترت الولد ده وقالت إنهم كانوا بيقعدوه في القبو تحت وغالباً الولد ده قاعد عندهم حوالي سنتين ونص وتعرض فيهم للمعاملة السيئة جداً وقالت إن في يوم على العشا الولد ده تقيق بعد ما أكل طبق من الفصولية فولدتها دهيت قوي فتعصبت عليه فضربته بقوة على راسه لغاية مفقد الوعي فحاولت إن هي تفوقه فأعادته في البنيو وخلال الاستحمام الولد فارق الحياة المعلومات والتفاصيل اللي الست دي قالتها بتتطابق مع معلومات الشرطة بس هي اللي تعرفها فالطبيب الشرعي وقتها قال إن داخل بطن الولد كان في بقايا من الفصولية وإن جلد أصابعه كانت مجاعدة شوي أو مكرمشة بسبب وجوده في المية لفترة من الزمن يعني نفس الحكاية اللي استدت دي قالتها مش بس كده دي قالت كمان إن والدتها بعد كده قصة شعر الولد الطويل ولو تفتكروا إن ده اللي الشرطة لحظته وقتها إن الشعر كان مقصوص بطريقة مش كويسة قوي فيمكن تكون عملت كده بتحاول إن هي تخفي هويته ومحدش يقدر يتعرف عليه كمان السيدة دي قالت إن والدتها أجبرتها إنها تساعدها في التخلص من جسته فحطوه في العربية ولما وصلوا بالمكان وكانوا على وشك إن هم يطلعوا من العربية كان فيه راجل معادي وقف وسألهم لو محتاجين أي مساعدة فوالدتها بسرعة قالت لها توقف قدام لحظة العربية بتاعتهم علشان ما يشوفش الأرقام والأم أقنعت الراجل إن هم مش محتاجين مساعدة وإن كل حاجة تمام واتضح إن القصة دي بتتطابق مع شهادة سرية محدش غير الشرطة بس اللي يعرفها وفيه واحد قال إن الصندوق اللي تحط فيه الولد كان في الأساس مرمي في المكان اللي لقوا فيه لكن على الرغم من إن القصة دي تعتبر هي أكتر قصة مقنعة اللي إن الشرطة لما سألوا جران الست دي في الفترة دي من الزمن قالوا إنهم عمروهم ما شافوا ولد في السنة ده عايش عندهم فما كانش فيه مصدقية لقصة دي وأصبحت في النهاية مجرد نظرية ممكن تكون حقيقية وممكن تكون لأ وتعد السنين لغاية من كام سنة فاته وقرروا في 2019 إنهم يستخرجوا جثمان الولد للمرة التانية على أمل إن التقدم اللي حصل في الفترة الأخيرة في العلم والتكنولوجيا يساعدهم إن هم يعرفوا هوية الولد المهم لما استخرجوه أخدوا عينة حمض نوة جديدة أحسن من اللي أخدوها قبل كده سنة 1998 بس برضو ما كانتش في حالة جيدة قوي المحاين كانوا شغالين مع اتنين دكاترة من علم الأنساب علشان يعرفوا هوية الولد فالموضوع ما كانش سهل أبداً أخد منهم حوالي سنتين ونص علشان يقدروا يستخرجوا بينات كافية من العينة دي لأداء الاختبار عليه كمان علمت الأنساب الدكتورة كولين بعتت العينة للمختبر في أوروبا فكان فيه تعاون من خبراء في المجال من أكتر من بلد فالموضوع أخد وقت من الدكتورة علشان تشوف نتيجة متطابقة لغاية سنة 2021 كان فيه تطور كبير وسريع في القضية نتيجة الاختبار اللي عندهم لما رجعوها مع قاعدة بينات الحمض النووي كان فيه تطابق من جانب أم الولد فالأول عرفوا الأرايب اللي من بعيد بعد كده مفروض بيشوفوا شجرة العيلة لكل واحد من الأرايب المهم يعني في الآخر عشان الموضوع معقد واحدة من العيلات دول فيها واحدة من الأخوات البنات كانت الأم للعينة بتاعة الولد اللي في الصندوق ومن خلال تحريات الشرطة والمباحث عرفوا مين فيهم الأم وشافوا سجلات المواليد والوفيات وسجلات التبني لجميع الأطفال المولدين للأم دي تحديدا ما بين سنة 1944 لسنة 1956 فواحدة من شهادات الميلاد كانت من سنة 1953 يعني بتتماشى مع العمر اللي خمنوا وقتها للولد مجهول الهوية وطبعا شهادة الميلاد كان مكتوب فيها اسم الأب وتاريخ ميلاد الولد وهو 13 يناير 1953 يعني اتوفى وهو عنده أربع سنين بس أول مشورة عرفت مين والد الولد رجع تاني لأخصائية علم الأنساب فقالت أن العلم بيقول أن ده هو القب بنسبة 100% وبعد ما الشرطة وعلماء الأنساب عرفوا وتأكدوا مين والد والد الولد عرفوا أن الاسم الموجود على شهادة الميلاد الصادرة سنة 1953 هو بكل تأكيد الولد المجهول وفي ثلاثين نوفمبر سنة عشرين اتنين وعشرين أعلنت إدارة وشرطة فيلادلفيا أنها حددت هوية الولد المجهول من خلال استخدام الاختبارات الجينية وعلم الأنساب الجيني والدي أني وفي ثمانية ديسمبر عشرين اتنين وعشرين صرحوا عن اسم الولد الشرطة دلوقتي عندها أمل أن بعد ما عرفوا اسمه يوصلوا لخيوط جديدة يمكن الناس اللي فاكرينه ويعرفوه يروح له الشرطة ويكون عندهم معلومات توصلهم للمشتبة فيه فليعرفوا لغاية دلوقتي عنوين قرأي بالأب فبيقال إن هو ابن لعيلة معروفة في مقاطعة فيلادلفيا ببنسلفانيا ومن التحريات عرفوا إن والده ووالدته متوفين وإن له إخوات غير أشقاء فالتحقيق لسه مفتوح بس معرفة هوية الولد تعتبر تقدم كبير جدا في القضية وقريب ممكن تتحل ونعرف بالزبط إيه اللي حصل للولد في الصندوق دلوقتي بقى عنده اسم هيحفروه قريب على الحجر بتاعه على قبره اللي بيعجبني في النوعية دي من القضايا هو الإصرار والعزيمة اللي عند المحاقيين وإن مهما كان فيه إحباطات أو عقبات أو فشل على طول الطريق إلا إنهم بيتخطوها ويقوموا ويقفوا ويحاولوا من تاني علشان يوصلوا للحقيقة وتحقيق العدالة يعني على الرغم من مرور 65 سنة إلا إن القضية فضلت في أذهان الناس والمحاقيين وقدروا يوصلوا لخطوة جديدة ومهمة بعد كل السنين دي ولسه التحقيق مستمر ومفتوح علشان يعرفوا المجرم حتى لو فيه احتمالية كبيرة إنه يكون خلاص مات قلولي إنتوا إيه رأيكم في القضية وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر